السلام عليكم في دراسة حديثة اتنشرت في النيو انجلند جورنال اف ميديسن اكدت وجود نوعين من الدهون في الجسم فيه الدهون البيضاء وديه اللي هي اللي احنا عارفنا اللي هي بتحمل اعضاء وبتعمل عزل حراري وبتديك طاقة فيه بقى النوع الجديد اللي هو الدهون البنية ودي بتنظم درجة حرارة الجسم بتلعب دور مهم في توليد الطاقة من النظام الجزائي بتاعه يعني ممكن تساعد في حرق السعرات الحرارية في جسمك الدراسة كمان اكدت ان الناس اللي عندهم نسبة عالية من الدهون البني بيبقوا عندهم نسبة دهون عامة اقل وفرص بتاعت السمنة بتاعتهم تبقى اقل بكتير طيب حسب الدراسة لقوا ان نسبة الدهون البنية موجودة في السيدات بنسبة حوالي 7.5% وبالنسبة للرجال بنسبة 3.1% والسيدات ليهم قدرة اكبر على تزويد نسبة الدهون البني في الجسم وطبعا الدهون البني دي كانت موجودة سواء في السيدات او في الرجالة لكل الناس اللي هم اقل من 50 سنة طيب هيجي بقى السؤال المهم ازاد تزويد او تحفز الدهون البنية في ايه في جسمك اول حاجة مهمة جدا بلاش تجوع نفسك لما انت بتجوع نفسك وبتقلل السعرات الحرارية اللي بتاكلها في اليوم لان تقليل السعراب يعمل تحاول الدهون البيضاء لدهون بني تاني حاجة مهمة اكل التفاح لقوا ان فيه مادة اسمها وده موجودة في القشرة بتاعت التفاح ولو ان هي بتساعد في رفع عدد الدهون البنية طبعا الحاجة اللي احنا متوقعناه ان التمارين الرياضية التمارين الرياضية دايما هامة وما ينفعش اي نظام دايت ما يبقاش فيه اي تمارين الرياضية لان برضو دي بتساعد في تزويد نسبة الدهون البنية في جسمك ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب وتدوس على الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة اول ما تنسى في دراسة تانية زريفة جدا اتنشرت في جورنال أوف كلانيكال انفستيجيشنز ودي قالت ايه؟ قالت ان فيه جابوا بعضا من الرجالة واعدوهم في غرفة مدة ساعتين في درجة حرارة 17 درجة مقاوية والكلام ده لمدة 6 اسابيع لقوم بيحرقوا 108 سعر حراري في اليوم عن الناس الطبيعيين وبعد 6 اسابيع لقوا انهم بيحرقوا 289 سعر حراري يوميا عن الناس التانية وده بيأكد تحول الدهون البيضاء لدهون بني من الحاجات المهمة برضو اللي ممكن تعملها ان انت تحفظ جسمك ان ينتج مادة الميلاتونين اللي احنا عارفين انها بتفرز وقت النوم وبتساعدك ان انت تستغرق في النوم وتنم بصورة صحية ودي طبعا طرق تزويدة ان انت بكسرة تتعرض لاشعات الشمس وتقلل خاصة الفترة بتاعت بالليل التعرض للاشعات سواء كانت من التلفزيون او من الموبايل مع ضرورة الاهتمام بالطعام او الاكل اللي فيه غني بالميلاتونين زي الموز واللوز والطماطم والبرتقان والحبهان والكوزبرة ويا ريت يا جماعة لو حد عنده اي سؤال اي سفسار اكتبلي في الكومنتات تحت والسلام عليكم موسيقى 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 موسيقى